يحل المنتخب الوطني بعد قليل ضيفا على نظيره السنغالي في إيابة المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 يدخل منتخب الفراعين هذا اللقاء بأفضلية الفوز وذلك في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف النظيف ليصبح المنتخب الوطني مطالبا بتحقيق إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارقي هدف مع هزي الشباك أسود تريا ناجا وذلك لتأهل للمنزيال للمرة الثانية على التوالي على قلبي رجل واحد يصطف المصريون خلف منتخبهم الوطني في مواجهته الحاسمة أمام نظيره السنغالي بدكار لخطف بطاقة العبور لنسخة كأس العالم 2022 نتمنى للفوز للمنتخبنا طبعا عشان حاجة دي حاجة بتفرحنا كلنا وتسعدنا يعني بتسعد الشعب كله بجميع عطيفه وفياته تركيز وأي حد يلعب مهم نلعب برجولة ويفرحونا النهاردة إن شاء الله مصر بإذنها مصر إن شاء الله شرفنا بإذنها وتفوز بإذن الله تعالى إن شاء الله نتعادل سفر سفر ونسعد كأس العالم إن شاء الله أباول منتخب شدوا حلكوا أنتوا بجالة وأدها وزي ما هم أخدوا مننا البطولة إحنا هنسعد كأس العالم وهنبقى أحسن منهم وربنا يوفاهم النهاردة إن شاء الله ربي وحكوا الناس كلها تدعيلهم يعني إنهم وفاهم ويكسبوا النهاردة عشان يفرح الملايين دي كلها إنت ريح أعصبك مرتاحة عنه إنت راجل غالب واحد سفر هنا هم طبعا عايزين هناك يتعادلوا إحنا المفروض إن إحنا نروح نلغط حتى نكون خلصنا أتوقع المبران النهاردة أن لها تخلص تلاتة واحد ومحمد صلاحي إن شاء الله يعني أجيبها دفين وعمر مرموش إن شاء الله قوم منتخب الفراعين يدخل لقاء متسلحا بأفضلية فوزه في لقاء الذهاب الذي احتضنه أستاذ القاهرة بهدف دون رد ليكون مطالبا بتحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف مع هزي شباك نظيره السنغالي للتأهل وقبل لقاء العودة تصب المواجهات التاريخية بين المنتخبين في مصلحة المصريين حيث التقى المنتخبان من قبل في خمس عشرة مباراة فاز المصريون في ثماني مباراة منها مقابل خمسة انتصارات للسنغال فيما كانت تعادل عنوان مواجهتين قائمة الفراعين تشهد غيابة ثنائية محمد عبد المنعم للإصابة ومحمود حمد الوينش بسبب تراكم البطاقات الصفراء حالة من التفاؤل تسود الجماهير وآمال معلقة لتأهل المنتخب ومشاركته في منديال قطر 2022 وذلك للمرة الثانية على التوالي ترجمة نانسي قنقر